اهلا بكم في فيديو جديد. انا محمود خدر. النهاردة معانا موقع جديد رائع في ادوات ذكاء اصطناعي كتير مميزة. ادوات تقدر تحول الناص الى صور. وتحول الصور الى فيديو. وتقدر تحول كمان الفيديو الى فيديو. مش بس كده ده تقدر تعمل تبديل الوجوه وتحط وش مكان ووش تاني. موقع اقل الشيء ممكن يقول عنه انه كنز من كنوز الذكاء الاصطناعي. وللو قدرنا نوظفه صح نقدر نعمل بشغل يكون مصدر داخل لي. يلا بينا نتعلم خطوة بخطوة ازاي نستخدم موقع دي الواجهة الرئيسية لموقع الموقع زي ما احنا شافين هو اول حاجة جايب هنا ولد شكله حقيقي ولكن بيتم تغيير الفيديو ان هو بيزهر باشكال وانماط مختلفة. هنزل تحت شوية برضو جيب لك نفس التفاصيل لتحاول البنت دي وهنا جايب لك الفيش السويب ان انت ممكن تغير الوجهة في الفيديو ويبقى مسلا وجه شخص يتحط مكان وجه اخر ويزهر معك بالشكل ده. وتفاصيل اخرى كده تعالوا نجربها مع بعض في موقع عشان تبدأ تشتغل على الموقع لازم تفتح الموقع وتوصل للصفحة الرئيسية عن طريق ان انت ممكن تدخل على جوجل او اي متصفح بنكتب كلمة فبيزهر لك اول رابط اللي هو ومجرد ما تضغط على الرابط ده هيفتح معك الصفحة الرئيسية بالشكل ده. هيجي حد يقولي بس انا مش عندي لاب توب وحابب ان انا استخدم الموبايل بكل بساطة برضو هتدخل على الموبايل بتاعك وتخش على متصفح ولنفترض هتدخل على متصفح جوجل او شريط جوجل بحس جوجل العادي ايا كانت الطريقة اللي انت بتبحث بها وهتكتب وبعد كده برضو هيفتح لك الرابط هتضغط على اول رابط هيفتح لك الصفحة الرئيسية في الموبايل بالشكل ده. فنفس الخطوات اللي انا هشرحها دلوقتي على اللاب توب هي نفس الخطوات اللي انت ممكن تعملها على الموبايل. كل ما عليك اول حاجة عشان تبدأ تستخدم الموقع انك بتضغط على حاجة اسمها هتضغط على هيجي هنا وقول لك. الطريقة الوحيدة ان انت ممكن تسجل حساب في الموقع بتكون عن طريق جوجل. فلازم يكون عندك حساب جيميل. وحساب الجيميل ده اللي هو حساب خاص بجوجل. واعتقد اغلب الناس بيكون عندها حساب ده. فلو انت مش عندك الحساب ده. ممكن تعمله بكل بساطة. ان بتدخل على جوجل وتعمل انشاء حساب جديد. تقدر بعد كده تسجل على طول جوجل. فبيبدأ ان هو يحاولك على الصفحة اللي بتختار منها الحساب بتاعك. واللي غالبا بتكون انت ربطه بالمتصفح. فتلقائيا هنا بتضغط على الحساب بتاعك. فبيعملك اشتراك في الموقع. ففرض ان انت جيت عملت تسجيل حسابه وما لقيتش الحساب بتاعك. ممكن تعمل اضافة حساب. وبعد ما بتضيف الحساب هو تلقائيا بيعملك الحساب بتاعك. فبتدخل على الموقع بالشكل ده. هتدخل بعد كده هتلاقي عندك حاجة اسمها apps لو ضغطت عليها فيجيب لك كل الحاجات المتاحة ان انت تستخدمها في الموقع. فيما يخص الفيديو عندك تقدر تحاول الفيديو لفيديو. تقدر تعمل فيديو بال اي 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 او ازدكاة الاستناي. وفيه اللي هو الفيس سويب برضو تقدر ان انت تعمل في الفيديوهات. فيما يخص الصور تقدر تحول النص الى صور وكمان فيه اللي هو يعني تقدر تغير الوجوه في الصور. وكمان فيه ودي طبعا اللي هو ان انت لو عندك صورة تقدر تكتب بتاعها باستخدام الموقع. ايضا عندك فيه تعال نشوف ايه المتاح عندنا. اول حاجة اعملها بعد مساجلة حساب خلي بالك هو بيديك خمسة واربعين كوين زي تقدر تستخدمهم بشكل مجاني. فهضغط على عشان يفتح لي بقى هنا الصفحة دي اللي هقدر من خلالها استخدم الموقع بشكل مجاني. اول حاجة معي وهي هضغط على هنا هتحولني على الصفحة دي. فالصفحة دي بيجيب لك الفيديوهات اللي تم تحويلها. والفكرة هنا ان انت ممكن تضيف فيديو وتحوله لفيديو تاني. عن طريق هنا بتيجي ترفع الفيديو بتاعك. فهنضغط هنا اول حاجة في الشمال هنا على المكان ده. بتختار الفيديو اللي انت عايزه. مسلا انا كنت مجاهز فيديو ده. وهعمل وبعد كده هاجي هنا اختار اللي انا عايز اعمله. جايب لك هنا استيالات كتير من ضمنها فيه استيالات فيه هتلاقي او اللي هو واتلاقي انماط كتيرة جدا تقدر تختار النمط اللي انت عايزه. فلنفترض ان احنا ممكن هنا نختار نمط زي وبعد كده بتنزل تحت هنا في تفاصيل اخرى زي انت عايزه قد ايه. فهو اعتقد هنا متاح لعندك ما هيش اكتر من خمس ثواني بس المتاح عندك. والتفاصيل الاخرى زي الحاجات دي مش هنقدر نعدل فيها. بعد كده بتقدر ان انت تعمل الفيديو بتستهلك هنا خمسة عشرين كوين زيانا في انه هو كتير بس. في ناس ممكن تستخدم بتاري دي لو عملية اكتر من حساب. نضغط على فهو تلقين هيبدأ ان هو يحول الفيديو بتاعنا من الشكل العادي ده. تعال كده نشوفه. ده الفيديو بتاعنا الاساسي. هيبدأ دلوقتي ان هو يحاول الفيديو ويطلع معنا بالشكل ده. تعالوا بقى نشوف النتيجة بعد ما خلصت الاول الفيديو كان ده الفيديو الحقيقي كان يظهر بالشكل ده. وده الفيديو بعد ما تعمل له تغيير. هنا طبعا نغير كل التفاصيل وقدر ان هو يعمل لك كل حاجة كأنها وعمل هنا الشغل ده كله. فده طبعا هيبقى كويس جدا للناس اللي حابة انها تعمل او تحول فيديوهات بتاعتها او سري دي ايان كان هتلاقي هنا اكتر من موديل ممكن تستخدمه في تحول فيديوهاتك للانماط دي. طبعا هنا عايز ان انت تعمل للفيديو فبكل بساطة بتضغط على وبتقدر تحمل الفيديو وتستخدمه. هرجع معك تاني دلوقتي للصفحة الرئيسية. الخطة اللي بعد كده هي اداة الفيديو بس انا هعايز اجل دي للاخر. هنتهل معك بعد كده هنضغط عليها بالشكل ده. هتفتح معك الصفحة دي. ودي بكل بساطة هي بنقدر نعمل من خلالها تصاميم باستخدام كويسة جدا. لاحزت هنا في الموقع ان في موديلز كتير من ضمنها في موديلز ولكن هنا متاح. لكن مش متاح لازم تشترك في الموقع. وهي بعض الاخرى ممكن تستخدمها لكن مش كله متاح. لكن هنجرب ان احنا نستخدم وهنجرب هنا ان احنا هنضيف كده. البرومت ده هيكون عبارة عن طفل اللي ماشي في عرض ازياء ولا بس مسلا بدلة حربية. هنا ده اللي هو السلبي لو انت عايز تكتب كلام مش حاب ان هو يزهر ممكن يسيب لتفاصيل دي زي ما هي. وهاجه هنا اختار الابعاد. انت عايز الصورة تكون عاملة ازاي? وجاب لك هنا رسمة بكل بعد بيكون عامل ازاي? عشان انت تختار المناسب لك. فانا بختار مسلا هنا ستاشرة لتسعة عشان عايز يكون عريض. بقولوا انا عايز الصورة واحدة. وبعد كده بنضغط على هيستهلك هنا اتنين كوينز. هيبدأ دلوقتي ان هو هيعمل لنا تصميم هنا. زي التصميمات اللي معمولة دي. وانا ملاحظ طبعا ان هو عامل هنا تصميم حلوة اوي حتى من ضمن التصميم دي. جايب لك هنا بص الصورة دي للشخص قاعد في بيضة اللي هو تحس ان هو رايد فضاء قاعد في بيضة كده على الامر. شكلها لزيز اوي. وهنا كمان بيقول لك ان ممكن يكتب كمان. لكن تعال كده نشوف التصميم اللي احنا هنعمله هيطلع ازاي? خلص التصميم تعال نشوف التصميم هيكون عامل ازاي? طبعا هنا انا هعمل زوم. ممكن التصميم يكون فيه اه بس هنا بعض النغماشة شوية يعني الصورة مش واضح قوي. لكن النتيجة حلوة. النتيجة ان هو طبعا في شخص ماشي في اعلانه بشكل كويس ولكن انا مش عايف الناس اللي وارا بتبص بعيد عنه. مفروض يبصوا عليه هو. فالتقييم ليه الموقع كويس ولكن جودة الصورة مش كويس. الا ازا كان هو بيعمل لو متاحنا هو بيعمل او التفاصيل دي اعتقد هيكون الموضوع افضل. طبعا هنا ازا ان انت ممكن تاخد الصور دي اصلا وتعمل وتعمل لها حركة هنجرب مع بعض دلوقتي نعمل لها حركة وممكن كمان احنا نعمل فيش سويم. اوكي. تعال كده بعد ما عملنا الصورة دي نجرب حين نعمل لها دا ونلود. فهنعمل هنا دا ونلود بالشكل ده. وبعد كده نتكمل نشوف ايه اللي معنا في الموقع. هضغط تاني على وهرجعت هنا هلاقي فيه حاجة اسمها. وهنا ده بيقدر يحول النص او الصورة الى فيديو. تعال كده نجربها. هنضغط علاها بالشكل ده. طبعا احنا جربنا الفيديو. حين هتلاحز ان هو عامل برضو بعض الفيديوهات من ضمن الفيديوهات دي اخر فيديو ده اللي هو البندا قاعد بيقرأ كتاب وبيشرب القهوة بتاعته هو فرنساوي بيتطلع هنا زي ما شايفين بخار. على الشمال جايب لك هنا انت عايز تعمل يعني عايز تحول النص الى فيديو. او انت عايز تعمل يعني انت عايز تحول النص الصورة الى فيديو. في حالة ان احنا هنكتب على كده نكتب نفس اللي انا كتبته بتاع الطفل. ونختار هنا هنقول له نورمال لانا مش متاح لنا اكتر من ده. هنسيبها زي ما هي عشان ما يباوزش الشغل ونضغط على هنا هيستهلك تمانية طبعا ما عادش معنا كتير ولكن هنكمل عشان نكون جربنا الموقع بكل تفاصيل. هندغط على ومفروض دلوقتي ان هو هيعمل لي هنا فيديو بنفس الموصفات اللي انا كتبتها بتاع الطفل. ربما تكون احسن. هتلاحز هنا ان انا لما انا كتبت هنا ما ظهر ليش اي شيء غير ان انا بكتب النص بتاعه خلاص. ولكن لم يديني او ما تدنيش هنا فرصة ان انا هتحكم في الابعاد. طيب لو انا جدت هنا ضغطت على هتلاحز هنا ان انت ممكن تكتب حتى لو نفس وكذلك الامر ممكن تضيف الصورة. فالصورة اللي انت هتضيفها دي. وهتطبق عليها الكلام اللي انت هتكتبه. وده اللي هنشوفه دلوقتي ولكن بعد ما تظهر النتيجة الخاصة بتحويل النص الى فيديو. زهرت النتيجة هنا تعالى ندوس على الفيديو. طبعا هو عمل فيديو كله كامل كده من عنده. فظهر الولد بيمشي بالشكل ده. اوكي. دي النتيجة اللي اتعملت. برضو نقدر نعمل لها لو لغطنا على هنا هيعمل بالشكل ده. طيب تعالى الجيدة نجرب نجيب صورة من عندنا. وهجيب هنا صورة مسلا انا كنت مزبط صورة. هجيب الصورة زي دي. وعمل لها هنا اوبن. هضغط على اوبن وهحمل الصورة. وهاجي هنا عايز اديلي امر انه هو بعد ما طبعا محمل له الصورة ان الولد يظهر كانه ماشي يعني قدام الكاميرا. تعالى نشوف هنكتبها ازاي. بصراحة طلبت من بتين هو يساعدني فقلت له انا عايزك تكتب لي حاجة يعني اتعرفني ازاي اقول ان الولد بيمشي في الصورة. فقال لي هنا الطفل يمشي بثقة بين الحشد الجالس. وكأنه جزء من عرض كبير او عرض ازياء. ويجذب انتباه الجميع. طبعا هنا دي الترجمة هاخد الترجمة دي وهرجع هنا هضيفها عشان اديله امر ان هو يعمل لي تحريك للصورة. هضيف هنا بتاعي هنا. بالشكل ده. اصبح عند الصورة. وعايز هضيف يخلي الصورة تتحرك بشكل حلو يلفت انتباه الناس. وكأن الولد ماشي في عرض ازياء. اتمنى ان الموقع يقدر يعمل ده بشكل كويس. هستهلك هنا تمانية هضغط على هيبدأ دلوقتي ان هو تحويل الفيديو من صورة سابتة لصورة متحركة يتحرك فيها الطفل باتجاه الكاميرا بالشكل ده. تعال نشوف النتيجة. ده الصورة كانت بالشكل ده. وده الفيديو ظهر بالشكل ده. انا شايف ان نتيجة الفيديو كويسة جدا والطفل ماشي طبعا هي المدة هتكون قليلة. ولكن النتيجة كويسة جدا. هنقدر نحن نعمل او اوسد هنقدر نحن نعمل دون لود ونحتفظ بالفيديو. ولكن انا شايف ان جودة الفيديو سيئة جدا. وده اللي ممكن لان احنا بنستخدم هنا مسلا الخدمة المجانية فبالتالي مش بيطلع هنا لكن النتيجة كويسة جدا وخصوصا لو انت حابب ان انت تعمل فيديوهات بقى كتير فطبعا انت عشان تعمل فيديوهات كتير شابه دي. وممكن تحتاج مسلا ان انت تستخدم الفيديوهات دي كموديل يعني كمصدر الاعلانات او للربح. فانت هتحتاج تعمل ده باستخدام الخدمة المدفوعة عشان تقدر تنفذ فيديوهات احسن. طيب هنا انا دلوقتي عملت الفيديو ده بس كنت عايز اجرب ان انا ممكن اصلا ان انا اخد الفيديو ده وغير الوجه بتاع الطفل ده. واحطه وجه تاني. اه طبعا انا ديت هتبقى فكرة حلوة برضو ان احنا ممكن نستغل دي في الشكل الدعائي بشكل كويس ان انا حط الصورة الطفل انا عايزه. واعطاك ادام وممكن يعمل يعني يكون مصدر ربح قوي جدا. ان انت هتكون بتقدر تستخدم الطريقة دي. انك تعمل اعلانات عن طريق الصور هتعملها وممكن تركب عليها صور تانية. وتقدر تعمل اعلانات ليه اه يعني محلات بقى براندات ايا كان وتكون مصدر ربح لك. تحالك كده نجرب كده مع بعض نلعب كده ونشوف. هتلاحز هنا لو رجعنا تاني للصفحة الرئاسية في حاجة اسمها الفيديو ولو نزلت تحت هنا هتلاقي حاجة اسمها الفيديو الفكر هنا في ايه? لو انا ضغطت على هيجيب لي هنا الصفحة دي. وهتلاحز هنا هو بيقول لك ان انت تقدر تجيب صورة وتضيف صورة تانية زي الصورة اللي تحت دي. ويحول لك الصورة بتاعتك من وجه فيها صورة الشخص ده للشخص اللي انت هتضيفه التاني. فهنا لما نيجي نروح نجيب فهنا دي الصورة اللي احنا عايزين نغير فيها. فهضغط هنا مسلا على وتعالى كده نجيب صورة. فمسلا انا ممكن اجيب صورة من الصور اللي انا عملتها. وليكن مسلا هجيب صورة شبه دي كده. وعمل لها وبعد ما اعمل للصورة هروح هنا اجيب صورة شخصي تاني. مسلا هجيب صورة او شخصية معروفة واني يبقى عارفين اني يميز شكله كويس. ادي صورة عامل لها اصبح عندي لطفل صغير. هضغط على ده الطفل الصغير. عايز اجيب وحطه على الصورة. هستغلك هنا اتنين كوينز هضغط على تعاني شوف التصميم هتحاول ازاي. انا بس عايز اوضح لك طريقة الصورة عشان يبقى طريقة الفيديو نفس الطريقة. لان طبعا زي ما قلت لك ان الفيديو عشان عندي جودته مش كويسة. فممكن برضو الفيديو يطلع في النهاية مش واضح. بس تعاني نجرب الصورة ونشوف الطريقة هتبقى عاملة ازاي. تعاني شوف النتيجة. دي الصورة بعد ما ضيفنا عليها صورة طلعت معانا بالشكل ده. يا يا جماعة هو الطفل الصغير وظهر بالشكل الجميل ده. هل نقدر نعمل دونلود للصورة? اكيد طبعا هنقدر نعمل دونلود للصورة. طبعا هو بيعمل لك دونلود للصورة النهائية. دي الصورة النهائية تبقى بالشكل ده. حلوة. يعني انت كمان ممكن تعمل لها تحريك بنفس الطريقة اللي احنا استخدمنا. ولكن زي ما قلت لك ان جودة الصورة وحشة. ممكن برضو نستخدم الصورة دي ان احنا نعملها ولكن في آآ موقع تحريك فيديوهات تانية يعني ممكن مواقع تانية. طيب تعالى نرجع برضو كده للهوم ونروح بقى على الفيديو من ضمن الفيديوهات اللي كنا عملناها كان في فيديو عملنات على كده هنا هنروح على ابلود فيس اميج. وهنا طبعا انا محتاج فيديو بقى هنا المرة دي فانا هروح هنا هجيب الفيديو اللي كنا عملناه. هنا عفوا هنا هضغط علشان احمل الصورة اللي انا عايز اشتغل عليها هجيب آآ صورة وهجي هنا اعمل حمل الفيديو اللي احنا عملناه هجيب الفيديو كده هامل له وهضيفه هنا للفيديو. هنا اقول لك هيطلع الفيديو بكوالد السبعمية وعشرين اوكي. واد الصورة. وبعد كده هنيجي هنا طبعا هيقول لك ان انت مش هتقدر تعمل اكتر من ست ثواني فلازم اخليها اقل اكتر من خمس ثواني اصوات فلازم هخليها اقل من خمسة. عشان اضغط على وهو قال لي برضو انت زايد عن خمسة هقل لسنة كده كده خمسة. واضغط على هيستغلج هنا خمسة هيبدأ دلوقتي ان هو هيعمل لي دمج او هياخد صورة يحطها على الولد والوقت بقى هيبقى ظهر كأنه هو ماشي. تعال نشوف هل النتيجة هتكون كويسة في الفيديو ولا لا? هتظهر معي النتيجة بالشكل ده. تعال نشوف النتيجة بعد ما خلصت ده الفيديو الاساسي. وده صورة وده الفيديو للطفل وهتلاحظ طبعا هنا زي ما احنا شايفين ان هو اللي كان ظاهر في الفيديو في البداية بالشكل ده. طبعا عشان الفيديو الجوادية ما كانش كويسة فما كانش افضل شيء. ولكن هي دي الطريقة تقدر تعمل دونلود الفيديو من هنا. هيصبح عندك الفيديو جاهز ان انت تستخدمه. اعتقد كانت تجربة حلوة لموقع انت دلوقتي تقدر تجرب الموقع. واعتقد ان انت لو اشتركت في الموقع ان هيكون المزايا احسن. وتقدر تستخدم موقع بامكانيات احسن. تقدر تعمل بها نتائج اكثر احترافية. اتظروني في فيديوهات جديدة اكتر. نتكلم فيها عن ادوات الذكاء الاصطناعي زي ممكن نعمل بها. نتائج كويسة لمنتجات رقمية او فيديوهات او محتوى. وكمان ممكن نتعلم ازاي نستفيد منها في الربح اتمنى يكون عجبك الفيديو. لو عجبك الفيديو ما تنساش تشترك في قناة علشان تشوف كل فيديوهاتنا وفي النهاية السلام عليكم.